بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله حياكم الله أهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الأول الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بإذن الله تعالى في هذا اليوم سنأخذ درسا جديدا ألا وهو معرفة العبد ربه وقد ذكرنا أن هذا هو الأصل أحسنتم نعم هو الأصل الأول وكما عودناكم إخواني وأخواتي وقبل بداية كل درس أن نستذكر ونسترجع أهم العناصر التي مرت معنا في الدرس السابق وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن أحسنتم نعم وبارك الله فيكم تكلمنا عن دليل الأصول الثلاثة ما الذي يدل على هذه الأصول الثلاثة مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذا هو الدليل الذي يدل على الأصول الثلاثة فقد قلنا في هذا الدليل أنه لا يتذوق ولا يذوق المؤمن حلاوة الإيمان حتى يستقر في قلبه هذه الأصول الثلاثة ألا وهي أن يرضى بالله سبحانه وتعالى ربا فيعرف ربه حق المعرفة فيؤمن بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته ويعمل على ذلك وأيضا أن يرتضي الإسلام دينا بأن يرتضي الإسلام دينا والثالث بأن يرتضي محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا إذن هذا هو دليل الأصول الثلاثة الذي سبق أن تكلمنا عنه في الدرس الماضي أيضا مر معنا هذا التقويم وقلنا نريد أن نصل بين الدوائر والمربعات ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ماذا أحسنتم نعم من رضي بالله ربا وبالإسلام أحسنتم نعم وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا إذن هذا أبرز ما مر معنا في الدرس الماضي ننتقل الآن إلى درسنا اليوم وهو درس الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه معرفة العبد ربه نبتدئ هذا الدرس بالحوار الذي دار بين المعلم وبين الطالب يقول المعلم يسأل المعلم سؤالا فيقول من الذي خلقنا من الذي خلقنا يكون الجواب ماذا أحسنتم نعم الذي خلقنا هو الله جل جلاله إذن فالجواب واضح ومعروف من الذي خلقنا فالجواب هو الله جل جلاله ثم يسأل المعلم سؤالا آخر فيقول من الذي رزقنا من الذي رزقنا فالجواب أيضا يجيب الطالب فيقول أحسنتم نعم هو الله جل جلاله هو الذي رزقنا سبحانه وتعالى إذن من خلال هذان السؤالان نستطيع أن نقول أو أن نسأل فنقول من ربك فيكون الجواب ماذا أحسنتم نعم ربي الله تبارك وتعالى الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبودا سوى إذن من هذا المنطلق أو من هذا التمهيد نصل إلى أن الإنسان يعرف ربه بماذا يعرف بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحسنتم هو الذي خلقه عز وجل يعرف بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحسنتم هو الذي رزقه يعرف الله سبحانه وتعالى بأنه أحسنتم نعم بأنه المدبر بأنه المحي بأنه المميت كل هذه الأمور تعرف بها ماذا أحسنتم تعرف بها الله عز وجل وتعرف أكثر عن الخالق جل جلاله بعد أن انتهينا من التمهيد دعونا الآن ننتقل إلى الفقرة التالية إذن هنا كيف نعرف الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى هو رب العالمين عز وجل فالله عز وجل إذا كان هو رب العالمين فهو الذي أحسنتم نعم فهو الخالق الذي خلقنا فهو الخالق الذي خلقنا عز وجل إذا كان هو رب العالمين فهو أحسنتم نعم فهو الرزاق الذي رزقني ورزق العالمين جميعا بأنواع النعم وهذا ماذا يدلنا على أننا نخلص العبادة أحسنتم لله تبارك وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وخلق جميع هذه المخلوقات أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقنا ورزق جميع هذه المخلوقات لذلك نصرف العبادة لله وحده سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا أيضا كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى نتعرف على الله عز وجل بأنه هو المالك أحسنتم نعم أنه المالك للكون كله أنه المالك للكون كله ونحن عبيد له سبحانه وتعالى والعبودية ماذا تقتضي العبودية لله تقتضي أن نفرد أحسنتم نعم بارك الله فيكم أن نفرد العبادة لله وحده سبحانه وتعالى لذلك نقول إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرزق أو الرزاق وهو المالك للكون كله ونحن عبيد لله فإن هذا يستوجب ماذا أن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أننا نفرد العبادة لله سبحانه وتعالى على أن المستحق للعبادة هو الله عز وجل الدليل على ذلك هو قوله تعالى إن الله ربي وربكم أحسنتم فاعبدوه إذن هنا أمر من الله سبحانه وتعالى للخلق أجمعين من الجن والإنس أن نعبد الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الله عز وجل هو رب جميع العالمين فإذا كان كذلك إذا كان هو الرب هو الخالق سبحانه وتعالى هو الرزاق هو المالك لهذا الكون هو المحيي هو المميت فإن هذا يستوجب علينا أن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وجوبا ولا نشرك مع الله عز وجل أحد في عبادته إذن عرفنا الآن هنا في هذا الدرس فيما يتعلق بمعرفة العبد ربه كيف يعرف العبد ربه؟ يعرف العبد ربه بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه أحسنتم هو الذي رزقه هو سبحانه وتعالى المالك لهذا الكون أنه سبحانه وتعالى هو أحسنتم المحيي هو المميت تبارك وتعالى هو المدبر لهذا الكون فلذلك هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه دون سوى وذكرنا الدليل وهذا الدليل مهم جدا وينبغي علينا جميعا أن نحفظه وهو قول الله سبحانه وتعالى إن الله ربي وربكم أحسنتم فاعبدوه هنا أمر من الله سبحانه وتعالى للخلق بإفراد العبادة له وحده سبحانه دون سوى بعد أن عرفنا هذا الأمر دعونا الآن ننتقل إلى الفقرة التالية ألا وهي النشاط الذي بين أيديكم وهنا نريد أن نرسم علامة الصح تحت الاختيار الصحيح الأصل الأول هو ماذا؟ أمامنا ثلاث خيارات إما أن نقول معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم أو نقول معرفة العبد ربه أو نقول معرفة العبد دينه ما هو الخيار الصحيح؟ الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي تكلمنا عنها في الدروس الماضية هو معرفة أحسنتم نعم وبارك الله فيكم هو الخيار الثاني وهو معرفة العبد ربه أو إذا نضع علامة الصح في الخيار الثاني انتهينا من حل هذا النشاط دعونا الآن ننتقل إلى هذا التقويم السؤال الأول سأتشارك أنا وإياكم في حله أما السؤال الثاني فأريد منكم من خلال قراءة صامتة أن تستحضروا لي ثلاثة أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى السؤال الأول يقول ما الأصل الأول من الأصول الثلاثة؟ الأصل الأول من الأصول الثلاثة؟ أحسنتم نعم وبارك الله فيكم هو معرفة العبد ربه هو معرفة العبد ربه إذن هذا هو الأصل الأول نأتي الآن عند السؤال الثاني وكما قلت لكم قبل قليل من خلال قراءة صامتة للسؤال الثاني أريد منكم أن تعدوا لي ثلاثة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ثم سنضعها في هذه الفراغات الثلاث إذن أترككم لمدة دقيقة أو دقيقتين لتستحضروا لي ثلاثة من أسماء الله عز وجل ثم أعود ونتشارك سويا في كتابة أو في الإجابة على هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 نريد أن نعد ثلاثة من أسماء الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة